السلام عليكم اهلا بكم في فيديو جديد اتمنى تكونوا بألف خير وانتوا بتشوفوا معايا الفيديو ده اللي هنشوف من خلاله مجموعة حديثة من الادوات المنزلية والافكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو ده كالعادة هقولك على الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل الادوات اللي انت محتاجاها ولو لسه مشتركتيش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعملي اشتراك للقناة ويريد كمان تفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف الادوات اللي هتتعرض معنا في الفيديو ده وازاي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها بعد كده هنا هنشوف مع بعض عندنا المنفضة او الزعافة اللي تقدري من خلالها تنظفي مختلف الادوات والاجهزة اللي بتبقى موجودة عندك تقدر ان انت تحصلي من خلالها على افضل نتائج التنظيف وطبعا تقدر ان انت تتحكمي بالطول بتاعها من خلال العصايا اللي بتيجي معاها هنا معانا منظم لتوزيع السابون السائل طبعا تقدر تثبتي المنظم ده في المطبخ او في الحمام وتنظمي جواه سابون سائل الموعين واستخدامه سهل جدا وعملي بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الاداة اللي بتساعدنا على فتح مختلف العبوات بطريقة سهلة وبسيطة جدا وهنا هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من الفواصل الصغيرة اللي تقدر ان انت تثبتيها عندك جواه التلاجة وتفصليه وتنظمي من خلالها مختلف الحاجات اللي انت منظموها جواه التلاجة عندك سواء ازايز السوسات او علب العصير او الاكياس زي ما انت شايفة كده معايا دلوقتي من خلال الفيديو بعد كده هنشوف عندنا منظم للمناديل تقدر ان انت تثبتيها على الجدار بكل سهولة وتنظمي من خلاله المنازيل الورق او المنازيل الرول والمنظم ده بيجي معايا اداة تثبيت تقدر ان انت تثبتيها عليه بكل سهولة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مكوة للبخار حجمها بيكون صغير ومناسب جدا للسفر يعني لو انت مسافرة تقدر ان انت تحطيها معاك في الشنطة مش بتاخد معاك مكان خالص جوا الشنطة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا سلة تقدر ان انت تثبتيها عندك بكل سهولة على اي درجة او على ضلاب المطبخ وترمي فيها اي بواية اكلة او اي حاجة تانية انت عاوزيها وهنا هنشوف مع بعض عندنا اداة تقدر ان انت من خلالها تسني مختلف احجام استكاكين او المقص وفي نفس الوقت تقدر ان انت من خلال الاداة دي تفتحي مختلف الازايز بكل سهولة وهنا عندنا المنظم السيليكون اللي تقدر ان انت تنظمي به المناديل تقدر ان انت تثبتيها على جدار المطبخ او على جدار الحمام بكل سهولة زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو وطبعا هوا بيسبج معاك جدا على الجدار او على اي سطح مكتب عندك بعد كده بقى تعالي نشوف مع بعض عندنا الحصيرة المصنوعة من السيليكون تقدر ان انت تصفى عليها الاطباق ومختلف ادوات المطبخ بعد ما تخسليها وهي طبعا بيكون عندها كدرة عالية جدا في امتصاص اي سوائل بعد كده هنشوف مع بعض عندنا منظم للبيض المنظم ده عبارة عن 3 رفوف كل الرف بياخد معاك تقريبا 10 بيضات يعني المنظم ده على بعضه كده بيشيل معاك 30 بيضة تقدر ان انت تنظميه جوه التلاجة او برا التلاجة بعد كده هنشوف عندنا مجموعة من القطع اللي بتساعدنا ان احنا ننظم مختلف الاحذية اللي بتبقى موجودة عندنا جوه الجزامة بطريقة منظمة ومرتبة جدا وهنا بقى عندنا القطعة او الحامل اللي تقدر ان انت تثبتيه على الجدارة عندك بكل سهولة وتنظمي بيه الشماعات او المشابك او تقدر ان انت تنظمي بيه المناديل الرول او الفوت او اي حاجة تانية انت عاوزها يعني هو بيكون لي كذا طريقة في الاستخدام وهنا هنشوف مع بعض عندنا حامل او رف تقدر ان انت تثبتيه عندك على الجدار بكل سهولة وبعد كده تقدر ان انت تثبتي عليه الاحذية بتاعت الحمام بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مجموعة من المنظمات اللي تقدر ان انت تثبتيها على جدار المطبخ بكل سهولة وتنظمي بيها مختلف انواع الزيوت او السوسات اللي بتستخدميها دايما وتقدر ان انت تستخدمي منها الزيوت او السوسات دي بكل سهولة هنا بقى معانا الجهاز اللي بيساعدنا على طحن التلج بكل سهولة تقدر ان انت تعملي من خلاله اسرع ايس كريم انت بتحبيه وتقدر يتعملي منه مختلف انواع الايس كريم اللي بتفضليها في البيت بكل سهولة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا منظم للبوكليات تقدر ان انت تنظمي فيه ست انواع من البوكليات زي الرز او السكر او الدقيق والمنظم ده بيه جمعاء ادام عيارية تقدر ان انت تعيري بيها الكمية اللي انت محتاجاها من الحاجة اللي انت بنظمها في المنظم ده بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الطبق الدائري وطبعا الطبق ده تقدر ان انت تستخدميه في تنظيم الخضار او الفكهة وهو بيكون مناسب جدا ان انت تستخدميه وقت الاكل وتنظم عليه الجرجير او الخص وتقدر كمان ان انت تنظمي فيه وتقطعي كل الخضار اللي انت بتحتاجيه وانت بتعملي الاكل يعني هو بيكون لي كزا طريقة في الاستخدام وهنا معانا الاداية اللي بتساعدنا ان احنا نشيل القمعة او البذر اللي في الفكهة او الخضار يعني تقدر ان انت تنظفي بيه الخضار او الفكهة بطريقة سهلة جدا زي ما ظاهر قدامك دلوقت من خلال الفيديو بعد كده هنشوف عندنا منظمات للبيت تقدر ان انت تنظمي بيها البيت عندك وتنظميه جوه التلاجة او بره التلاجة وهنا هنشوف عندنا الاداة دي تقدر ان انت تلضمي من خلالها الابرة والخيط بكل سهولة زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو وهنا معانا ممساحة مميزة جدا طبعا الممساحة دي تقدر ان انت تاثري منها كل المية والاوساخ اللي بتبقى موجودة عليها وبعد كده ترجع نينتي تنظمي بيها مختلف الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك واكتر حاجة مميزة في الممساحة دي انها عندها قدرة عالية على انتصاص السوائل بعد كده هنشوف عندنا القاعدة اللي تقدر ان انت تثبتي عليها اي حلة سخنة او اي طبق سخنة عندك ودلوقت احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستردم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لنهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض بالفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصولي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج بالفيديو ده تقدر اني تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج بالفيديو ده تقدر اني تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معنا في الفيديو ده هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معنا في الفيديو ده والادوات اللي محتاجاها في بيتك او في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة تقدر ان انت تجيبي المنتجات دي بتلك طرق وطبعا تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة لكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فبداياتا كده اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عليكس بريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات أو أدوات عادية للتنظيف أو أجهزة كهربائية فأكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف أما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكون موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية أما مصاريف الشحن الفرنسا أو أمريكا أو الدول دي بيبقى سعر الشحن لها منخفط شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فأعتقد أن الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم أو تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك أو الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدروا تطلبي منهم المنتجات والأدوات اللي انت عاوزيها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا ما زي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكو عليها وعاوز أقولك أن طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك أو الانستجران عامل الأدوات المنزلية وبتقدر توصلي لها بكل سهولة أما بالنسبة للطريقة الثالثة فهي المحلات الموجودة عادي في الأسواق الكبيرة أو في المولات اللي بتبيع المنتجات والأدوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالأدوات المنزلية والأجهزة وجهاز العرائس بس كده دول الثلاث طرق اللي تقدرين ان انتي تحصلي منها على الأدوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو أي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي أتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر النواة يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة أتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم ولو الأدوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم أتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك أي استفسار في أي حاجة تقدر ان انتي تكتبيه لي في خانة التعليقات وهرد عليك في قرب وقت أسيبكم في رعاية الليل ترجمة نانسي قنقر